ما مدى فخرك أنك بديت في هذه القصة من زمانه و أنت ترى مكانة المرأة السعودية أشكرك طرح هذا السؤال لأنه يعود بي إلى البدايات حقيقة مسألة الاهتمام بتاريخ المرأة هو أتهم من منطلق اعتزازي وانتمائي لهذه الأرض و أنا أظن أنه ما حد يقدر أنه يعني يحاججني في هذا الموضوع أبدا و كان هو مجرد مجرد استفسار بسيط أو سؤال بيني و بين نفسي حكمني أنا متخصصة في التاريخ فكل قراءاتي جعلتني أنه أنا أفكر أو أتساءل يعني أين المرأة من هذا التاريخ معقول أنها مغيبة أو غير موجودة أو أن ليس لها دور وهكذا والتساءل هذا قاد إلى البحث عن إجابة وبعد الحصول على بعض الإجابات تحول إلى اهتمام وأيضا بعد ذلك تحول إلى تحدي لأنه من متابعتي للكتابات حول المرأة السعودية أتذكر أنه استفزتني أحد التعليقات لأحد الباحثين الغربيين وأعذرني أني أنا ما أذكر اسمه لكنني أنا أتذكره بوضوح أنه كتب بما معناه أنه لن يكتب تاريخ النساء في السعودية لن يكتب؟ لن يكتب تاريخ النساء في السعودية فتلاقى اهتمامي مع هذا الاستفزاز مع تجربتي بنساء شهيرات من نجد إلى أن أمضي بهذا الطريق والحمد لله يعني كان إحساس وتحدي نعم بس أنا أجاوب على الشطر الثاني من سؤالك يعني أنه هذا الاهتمام والآن شعوري عن ما تحظى به المرأة الحمد لله لأنه أنا أولا أعتقد أنه كتاباتي وجهت الاهتمام أو وجهت البوصلة إلى هذا النوع من الدراسات وأعتقد أن هذا نجاح كبير بالنسبة لي من جانب آخر أثبت من خلال كتاباتي أن المرأة مقدرة ومحترمة في أي مجتمع هي وجدت فيه في أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية هذا التقدير هو انعكاس لإهتمام مجتمعي وأيضا إهتمام قيادي نعم والدولة الآن بما تحظى به المرأة من دعم وتمكين هو يفسر يعني يفسر جزء من الموروث الذي تحمله القيادة للمرأة وأيضا تفهم لطبيعة المجتمع وطبيعة ما يجب أو ما تفعله المرأة